اهلا بكم من جديد في قناة ماجيك شوب في الحلقة الجديدة من طائر الرفرف الاحداث بتاخد منحنة مسير جدا وبيبدأ الموضوع لما سيران بتكرر تبعث موقعها لفريد وتصلحوا بحبها للمرة الاخيرة الموقف كان مليان مشاعر مؤسرة خصوصا ان فريد مقدرش يسيب ايد سيران من لحظة ما انقذها وكانت اللحظة دي مليانة مشاعر حب وترقب الحلقة بتبدأ لما سيران تبعث موقعها لفريد وتصرحوا بحبها لكن فريد مش بيستسلم وبيروح لانقذها بسرعة اثناء ده بنلاحظ ان سيران قبل ما تبعث الموقع وقعت على الانت بعد محاولتها للوصول للموبايل سنان اللي كان موجود معاها خد الموبايل وعرف ان فريد هو اللي بيتصل بيها وقفله وبعدها سنان وقع وفقد وعيه لكن الموبايل وقع جنبه وكان قريب جدا من سيران اللحظات دي كانت مؤسرة لان سيران بدأت تتخيل ان فريد بيحاول ينقذها وده بالظبط اللي هيخليها تستجمع قوتها الاخيرة وتمسك الموبايل وتبعت لفريد الموقع المشاعر بقت اكثر تعقيدا لما سيران تكلمت مع فريد واعترفت له بحبها وهي معتقدة انها بتموت فريد وقتها ما كانش عايزها تقفل الموبايل وطلع جاري علشان ينقذها وفعلا وصل في الوقت المناسب وخدها على المستشفى وما سبش ايدها لحد ما دخلت غرفة الاسعفات عابدين حاول يدخل معاها لكن الدكاترة منعوه سيران حالتها في الاول كانت غير مستقرة لانهم اتأخروا في انقاذها لكنها هتكون بخير بعد يومين في المستشفى بالنسبة لسنان فيه تسريبات بتقول انه ممكن يموت وممكن يفرج من المسلسل وفيه تسريبات تانية بتقول انه هيكمل وفي كل الاحوال لو استمر سيران دلوقتي عندها قوة كبيرة انها تضغط عليه وتساومه للطلاق وتهدده انها هتبلغ الشرطة عن محاولته قتلها باسم في الحلقة الجاية هنشوف زواج اسمة وقازم مرة تانية وده هيكون مفاجأة لبناتهم لما يعرفوا انها حامل عابدين هيحاول يرجع يعيش في القصر مع سونة وفيه كمان تسريب عن اتفاق بين ديار امام السنان لتفريق سيران وفريد وده لان والدة سنان بتلوم سيران على اللي حصل لسنان لكن ديار طبعا غرضها انها تبعد فريد عن سيران علشان تقدر تكون معا وطبعا زي ما احنا متوقعين الصراع بين عابدين وفريد هيزداد وده لان فريد هيصدق جده في حين عابدين هيشك فيه بسبب معرفته بماضي هالس السيء هنشوف صدام بين عابدين وفريد وده هيأثر على علاقة سونة وسيران لان كل واحدة هتاخد صف زوجها اما بالنسبة لباتون اللي بتحبه ارهان فيه احتمال انها تفقد حملها دي كانت اهم التسريبات للأحداث الجاية شاركوني توقعاتكم يا ترى سنان هيعيش ولا هيموت يا ترى هيكمل في المسلثل ولا هيخرج في الحلقة اللي جاية وفريد هيقدر يبعد عن سيران تاني ولا لأ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وشكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم واشوفكم في الفيديو الجاية اشتركوا في القناة